يحنى بيقول هذه الكلمات، سمعوا من فضلكم آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب ما كنت تكتب لنا يا رجل نتسلى ما أنت أي حاجة بيعملها يسوع هتكتبها حلوة يقول مش غرضي أنه أكتب أي حاجة عملها يسوع وإلا كتب الدنيا كلها والعالم كله لن يسع الكتب أما أنت كتبت دولي أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا لقد جمعت الحادثة بعد الحادثة ورتبتهم بهذه الطريقة لكي أقدم الدليل لكي تؤمنوا أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله بس لاحظ أنه هذا يبقى اختيارك أن تؤمن أو لا تؤمن إحنا شغلتنا نقدم الدليل وإنت شغلتك بعد كذا تآمن أو ما تآمنش ده أمر فعلا في مطلق اختيارك الحر عشان كده يقول ولكي تكون لكم إيه إذا آمنتم بص الجمال إذا آمنتم حياة باسمه نحن نعرض عليك الدليل لكي تؤمن لكن الأمر ما تروك لك بس لازم نكون أمن ونقول لك اختبارا وما حدث معنا إذا آمنت سيكون لك حياة باسم يسوع المسيح وأنا أعتقد أن الكلمة دي هتساعدك في اتخاذ قرارك الحر تآمن أو لا تآمنش نرجع خطو الورا انت شاعر انك حي ولا لا انت حاس انك حي ولا ميت لا أنا بكلمه هو إذا كان شاعر بأنه معندوش حياة أعتقد الإيمان بالمسيح هيفرق معاه يعني عايزة أقول مين اللي هيآمن اللي محتاج حياة